اصدر سمو الشيخ عبدالله بن حمد الخليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى رئيس المجلس الأعلى للبيئة قرارا وزاريا بشأن إدارة المخلفات الإلكترونية والكهربائية في إطار الجهود التي يبذلها المجلس الأعلى للبيئة لتطوير المنظومة التشريعية لحماية الأوساط البيئية ومواكبة التوجهات الأممية والدولية في مواجهة التحديات البيئية في ظل تنامي إنتاج المخلفات الإلكترونية نتيجة الطفرة الاستهلاكية للأجهزة الإلكترونية والكهربائية وصرح سمو الشيخ عبدالله بن حمد الخليفة أن هذا القرار يستهدف تنظيم عملية إدارة المخلفات الإلكترونية والكهربائية بطريقة سليمة وآمنة ومستدامة وذلك من خلال استخدام أحدث الأساليب والطرق المستخدمة دوليا للضمان السيطرة على هذه المخلفات والمحافظة على الصحة العامة والبيئة مشيرا سموه إلى أن أحكام هذا القرار ستكون سرية على المنتج والناقل والقطاعات المتخصصة في ممارسة نشاط إعادة التدوير والمعالجة لهذا النوع من المخلفات وأكد سموه حرص المجلس الأعلى للبيئة على تقديم الدعم اللازم للقطاعات المتخصصة في إعادة التدوير لأسيما أن هذا القرار سيسهم في فتح المجال أمام المستثمرين الراغبين بالدخول في مجال إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية والكهربائية شريطة الالتزام باستخدام التقنيات والممارسة الصديقة للبيئة منضحا سموه أن مملكة البحرين تحظى ببيئة خصبة للاستثمار في إدارة المخلفات وأن هناك الكثير من النماذج المحلية التي يحتذا بها في إدارة المخلفات والتي أثبتت كفاءتها في السوق المحلية في مجال إعادة التدوير اشتركوا في القناة